على كيف نقول لك ساذ النجم احنا استلمنا العراق استلمنا نوري سعيد اذكرني الاستدارة اللي شفتها والله مدخل جميل هذا بالإجابة لأنه شوف احنا ما استلمنا العراق من الملك الفيصل ولا استلمناها من نوري سعيد اللي كان عراق في العهد الملكي يعني عراق شوية أحسن احنا استلمناها من صدام حسين فالعملية السياسية اللي بدأ في العهد 2003 لحد الآن اللي صار به انتخابات عدة وصار به عثارات وصار به ايضا انتصارات خلي من قد من قل في تاريخ العراق الجديد كله وكأنه كله مطبات وكله اشياء موزينة طيب طيب والله انا اعجبني هذا المدخل الله يخلي عبد الرحمن كان يشتكي ونوري سعيد كان يشتكي لأنه استلم بعد عربعة عقود عبد الكريم قاسم اشتكى من نوري سعيد عبد الرحمن اشتكى من عبد الكريم قاسم صدام اشتكى من الفترة القاسمية انتم تشتكون من كل الفترة لا احنا نشتكي من فترة صدام احسين تشتكون من فترة صدام احسين مئة عام وسنتين انتم تشتكون ونحن لا نعيش لا تقولني ما اقوله انا اسألك اقول نشتكي من فترة صدام احسين وبالمناسبة فترة صدام احسين ليس فترة سنية ولا فترة الحكم القومي العراق القومي مثلا في أهد عبد الرحمن عارف مثلا كان في نوع الاستقرار السياسي واحد ممكن نحشي بيقول أنا أكون كردي ولكن أكون ضمن العراقك لكن أهد صدام حسين كان أهد حتى أدبيات الاتحاد الوطن الكولساني يعني أنتم إلى أدبيات حزب مام جلال بالمناسبة كان يقال البعث العفلقي ما يقال كل بعثي حتى يعني نصنف فنحن نشتكي من صفات صدام حسين ما نشتكي من صفات رجل كان فتر نوري سعيد باقي يعني ممكن بتراكم التجارب نحشي عن عراق جديد الآن يعني ممكن كان فأنا قلت هذا السؤال فحتى تعرف أنه يعني إحنا استلمنا العراق في وضع يعني كان ردي وحتى نعطي نوع من الموضوعي للتقييم في هذا المعامل يعني استلمت العراق كان ردي هل ما زال ردي ولماذا بقي ردي وماذا كنت بتفعله لأن القمقم يعني من رفعنا يعني أعتقد هذه مفردة لإستخدامها قرباشوف قال إنه إحنا شلنا راسس جدر وإلى جدر كان هو يخلي من الداخل العراق الذي نشهده الآن بعد عشرين سنة من سقوط حكومة صدام حسين عراق كان بهذا المشاكل بس ظهر العلن ويبدو أنه نقدر نتحدث أنه نقول أخفقنا في معالجة الوضع العراقي لكن العراق هو السؤال ليش لماذا أخفقتم؟ يعني لأنه ليس كل شخص نقول أنه هو المسؤول هذا هذه عملية سياسية مرت بمراحل العشرين السنة السابقة أنا أعتقد لماذا قلت فترات عندنا فترات نجاح أنا أعتقد الفترة للآباء المؤسسين للديمقراطية الجديدة في العراق لأهد الدستوري أجبني هذا التعبير للآباء المؤسسين للديمقراطية الجديدة في العراق 2003 وما بعد إلى أن تم إقرار الدستور العراقي الأباء المؤسسين للديمقراطية الجديدة في العراق حاولوا أن يبنوا شيء جديد